عشان نعمل انتشار للعبة لمصر تحديدا لازم يبقى فيه مشاركات دولية وافريقية كثيرة انا عارف ان انت نشطة جدا في الامر دوت ازاي توصلي ان احنا مصر تقدمت في هذه اللعبة سواء على المستوى الافريكي او على مستوى عالمي ومستوى دولي ده حقيق جدا زي ما انت المفقوب تشتغل داخليا او محليا لازم كمان تشتغل افريقيا وعالميا لان انت دلوقتي مش لوحدك العالم كله بيتطور في كرة القدم النسائية فيه اهتمام كبير من الفيفا والكاف بكرة القدم النسائية فبالتالي كان لازم نعمل شركات مختلفة مع شركات مختلفة ان احنا نقدر ساعد بها ونطور كرة نسائية في مصر اولا كان مهم جدا ان انا دايما كنت حتى قدامي سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لما في 2019 ساة 2000 منتخب كرة القدم النسائية حتى دايما الرسالة دي قدامي احنا احنا فين وعايزين نبقى ايه فين منتخب كرة نسائية فبالتالي من اول يوم اشتغلنا على تحسين التصنيف بتاعنا كمنتخب كرة نسائية بمباريات ودية دولية في فترات التوقف الدولي وده بالنسبة لنا فرق معنا كثير طبعا بقينا في التصنيف بعد ما كنا خارج التصنيف شركات واتفاقات زي ما عملت بروتكول تعاون مع الاتحاد الاردني لكرة القدم لتبادل الخبرات والمباريات الودودية والدولية وبالتالي احنا استفدنا منه كتير الشركات كمان مع سفارات زي سفارة الفرنسية فيه شركات قريبة تقومون لنا وفيه استفارة النرويجية كان فيها دعم للمدربات كرة القدم النسائية فبالتالي عملنا شغل ماذا عن المغرب؟ نعم تعملتي مع المغرب برو لسه بقى فيه كمان شركات فيه اننا في لجنة الكرة النسائية بالتحاد شمال أفريقيا فطبيعي اننا خلاص نشتغل على الحتة دي ان احنا نشوف المغرب كمثال مميز في كرة القدم وتطور اللي بي نشوفه في كرة القدم رجال او كمان النسائية فكان عندنا طبعا مباريات ودية كتير مع منتخبت حتى عشرين سنة مع المغرب من خلاص وجودنا في شمال أفريقيا كمان كلايد من كرة نسائية وجودي مع كمان إلا خديجة من المغرب تحاد المغربي معايا كمان بنات كمان من تونس كانت دكتورة سعيدة وكان معانا كمان في اللجنة من الجزائر رفيقة ومعانا بنات أضاء معنا في اللجنة يعني فبالتالي كان عندنا اجتماعات دايما في اتحاد شمال أفريقيا اللي بشكره فعلا على وجودي في اللجنة كرة النسائية والأستاذ جمال علام كان داعم في حاجة زي كده رأمانة